نعم تكت عليك بسم الله الرحمن الرحيم هذه قاعدة من القواعد في محاولة تجنب الولاء الصنمي للتنظيم هذه قاعدة هناك من يريد من الجماعات والتنظيمات أن يظهر الإسلام وهناك من الجماعات من يريد أن يظهر هو بالإسلام فأنت إذا كان لديك هذا الميزان تستطيع أن تفرق حتى تعرف أين تضع قدمك فالذي يريد للإسلام أن يظهر تخيل هو يريد أن يظهر صفة الغائب الإسلام أن يظهر الإسلام على يدي من يشاء الله فإذا ظهر الإسلام فقد تحدد الهدف الذي ذكره الآخر إذن فقد تحقق هدف الذي رسمته في الحياة ولو على غير يدي فأفرح كما لو أن الله تعالى قد أظهر وهذا الخير على يدي لأن هدفي قد تحقق فأنا أدعو له وأفرح به وأستقبله وأستبشر به وأكرمه ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله تتشكر لأن الله وفقه وإن الله تعالى حينما أجر الخير على يديك فهو يعلم لماذا أجر الله الخير على يديك ولم يجد على يديك لأنه أكفأ وأصدق وأخلص وأعرف فأنت تفرح بذلك وتتخذه أنموذجا وتتقرب منه لعل الله ينالك منه شفاعة هكذا وهناك من يريد هو هو أن يظهر بالإسلام فيصبح الإسلام وسيل لكي يظهر هو أو تنظيمه فكل حركته هو أن يظهر هو اشتغل بين هذا وذاك هذا نوع من الشرك ومن الشرك منه أخفى من دبيب النمل أنت تظهر للناس كأنك تدعو إلى الله وفي قرارة نفسك وفي تنظيمك وفي أوراقك التنصيس كل التنصيس على أن ينتشر التنظيم وأن يختارق وأن يقوم بالقوم وأن يفعل كذا ونحن على المنهاج ونحن كذا فتتضخم الذات وتضخم الذات على الهدف والموضوع هو الغلو الذي أنكره القرآن على النصارى قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال أيضا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر قد غالوا في الصالحين وإذا غاليت في الصالح مهما بلغ صراحه فإنه يحجبك عن القدوة كما قلت وهناك كتاب راقل زوج تعالى الأجزاء صدر من شيخ العلامة المغربين رحمه الله فريد الأنصار الوساطة في الإسلام وتمنيت ولو الناس يقرؤون هذين الكتابين الوساطة حتى في الاعتقاد الوساطة في الاعتقاد يمشي عند الشيخات الزاوية يقولك هو يوصلني إلى الله وعليك أن ألقي جراني بين يديه ونمشي الصفر وهو عنده الحقيقة وأنا عندي الشريعة وهو ذاق وأنا ما ذوقش فعلي أن أسلم نفسي له باش يعمرني باش مكان وهذا خطيف التربية قال سيدي فلان قال سيدي فلان فرع رسول الله من يقولك مثلا المريد بني تشيخه كل ميت بين يديه غساله ومن قال لشيخه لا لا يفلح أبدا ومن قال إذا رأيت شيخك يشرب الخمر فهو الخمر في عين الشريعة وعينك أنت إنما يتحول عسل في حنجورته هذا باش در هذه التربية الفاسدة التي تعلي من قيمة هذا الرجل وتجده أميا جاهلا بالكتاب والسنة هذه مشكلة أنا أحذرت نحن الشيناس انتفضوا لمجرد أن تحدث في شيخهم لا يقبلون أن ينتقد الشيخ فإذا انتقد الشيخ بحضرتهم سطوا عليك يريدون أن يقتلوك حضرت لها هذه حضرت لها هنا ويقولون لا تصحبوا عالما بالشريعة فلا أن تصحب سكيرا أو لا أن أصحب عالما بالشريعة فإن السكير إذا أصابك وأسائلك إنما يسيء إلى ظاهرك وإن عالم الشريعة يسيء إلى باطلك يريد أن يخرجك من زريبة الأتباع الأصفار الذين يدارون بالروبوت كنترول من قبل الشيخ ها هناك أيضا تضخيمة فيه الوسطة فاش مشيغل في التربية في العقيدة الوسطة أيضا فاش في التربية الوسطة فاش في العبادة الوسطة فاش حتى في الفق أنا حينما رأي يقولي ما يراه مثل ابن عثمين هو الحق من قانع هذا؟ في فروع الفق أنلغي أراء الصحابة هم اختلفون بين يدي رسول الله؟ أنلغي اختلاف التابعين البشهود لهم بالخيرية في حديث رسول الله؟ ونتبعك أنت مع علمائك المتأخرين؟ يضربوا لي التفقوا إنك تنتقص من علماء السلف اللي هم واشكروا معلم السلف عندكم؟ ابن عثمين وبنوب باس والأولي 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 الألباني هذا من ناحية التاريخية والزمن ماشي سلف ماشي بعد هذا نحن نعاصرهم نحن تلامذ لهم ولكن إذا كان معنى السلف أنهم يتبعون من هج السلف فليس اتباعوا من هج السلف أن تتحيز لفكر واحد ولرأي واحد فالسلف إنما لهم قواعد يعتمدون عليه في استنباط إن شاء الله تبارك وتعالى الأحكام حتى لا تجد سلفي بحال الإمام مالك عنده قاعدة من القواعد تسمى مراعة الخلاف مراعة الخلاف معنى مراعة الخلاف أنه في حالة ما إذا أفتى رجل لا يقول بالقواعد التي يقول بها الإمام مالك لمسلم ثم جاء إلى الإمام مالك ليستفتيه يرعى هذا الخلاف ويقول رسيد لو أتتني قبل أن تسأل العالم لقلت لك لكن الآن نحن عندنا قاعدة مراعة الخلاف يأتي هارو الرشيد يقول له سنحمل الناس على الموطة قال لا تفعل يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله الذين أخذوا العلم عنه مباشرة توزعوا في البلدان والأنصار وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصلوا إلى أرض أسسوا مدرسة بقواعدها الفقهية قواعد استنباط وقد سبق إلى أولئك علمهم فلا ينبغي أن نجمع الناس على رأيه واحد ففي ذلك تضييق للأمة وحمل الناس على ما لم يحملهم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا بين يديه ثم أقر الجميع على تلك الأمور التي رأوا صلى الله عليه وسلم هذه ليس من أخلاق السلف تقول غير هذا هو الحق أنا أريد منهم أن ينفتحوا لكي يقرأوا الكتب الواسعة فهم ضيق الأفق والفكر لأنهم أعطيت لهم أوامر من شيوخهم في الفقه فتضخمت هذه الذات وحجبت عنا سيرة السلف على رأسهم إمامهم صلى الله عليه وسلم قدوتنا كما قال رسول الله ولذلك أنا من يصف التربية في المجال قال الله قال رسول الله يلولا قال سيدي فلان قال سيدي فلان قال علامة قال علامة قول العلامة ينضبط بشاهدي عدل الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله وما فتئتم تذكرون ذلك وتؤكدون عليه لكن عند التطبيق أجدكم تفعلون العكس فكم تعيبون على الناس أنهم يقلدون الآئمة وتقليد الآئمة ليس عيبا لأن الإنسان الذي يعرف القواعد التي اعتمد عليها والدليل الذي يعتمد عليهم ونحن لازمنا أنهم نصل إلى هذا احنا مش حتى مقلدة احنا إمامنا هو إمام الحي فقط أما المقلدون هو الذي يقلد العالم والذي يقلد العالم أنه يعرف قواعد الاستنباط وطريقة الإفتاء عنده هو عارف من يجيب ذلك الشيء هذا مقلد أما المجتهد فهناك المجتهد المطلق والمجتهد النسبي والمجتهد في الموضوع موضوع واحد عنده تخصص مجتهد غير موضوع واحد من الدين كامل يمكن أن يسلم له في أن يجتهد في قضايا الأسرة مثلا الدكتور القارضاوي أقرت له الأمة بأن رسالته الدكتورات التي قدمها لم يسبقوا إليه أحد في طرق موضوع الزكاة كان الشيخ محمد الغزالي إذا ذكر القارضاوي يقول صاحب فقه الزكاة بحيث جمع في الرسالة في تلك الكتاب الضخم آراء المقدمين والمحدثين حول قضايا معاصرة شائكة وأدلى فيها بدلو وتبحر فيها تبحر عظيما وآلت إليه هذا الأمر لا تجد في المتأخرين ولا في المتقدمين رجل أسهب في الحديث عن الزكاة بهذا تمديد والتوسيع والعطاء يعني في مجال الزكاة وإذلك المسألة معروفة بني تقول مقلد أراك كبرت من شأنه لسنا مقلدين لم نصير إلى درجة التقليد المقلد يعرفوه من أين أفتى إمامه نحن فقط عوام عوام إحنا عوام والعلماء كين علماء مقلدين المقلد عالم باش عارفو إحنا عوام شكون هو المرجعية دياننا الفقه دياننا ديان البادية يمشي يقول له أنا توضيت لا عموال ديك واسمه يقول شترا مسح ديواش مسح لتقاشير ويما مسح يقول له لا إحنا عندنا الإمام مليك كين شروط فهمت ويجي يسخسي لأخر الإمام دي يقول له لا يجوز لك تمسح لهم لأنه كذا يقول العلماء مقلدين أما المجتهدين فالمجتهد المطلق لا يوجدون مجتهد المطلق المجتهد المطلق سمع الفقهية شكور فيها الفقهاء والعلماء شكور الخط والمخصين في المجال الذي وجدهد فيه مجال الطب يجيبوا لكي الطباء باش يتكلموا عن الموت الحقيقية باش يتكلموا عن الإرض يعتموا تقرير من هو الميت الحقيقي الموت إكلينيكي والموت كذا والعلماء عاد ينظرون بناء على هذا العلم كتسب الخبراء في المجال أطباء مهندسين أي موضوع عنده خبراء ويجيبوا مجموعة للعلماء ويتموا الآن يتموا ما اسمه الفتوى ما اسمه هي التي تسدر عن المجامل بالانتخاب بالأغلبية فيتخذ القرار زي الفتوى من قبل المجمع الفقهي بجدة أو بالأزهر أو بالمجمعات الخراء بالانتخاب يا العرب يا المسلمين شوف في الوصلة لأن العقول إذا اجتمعت نظرت إلى الموضوع بزوايا متعددة والحكم على الشيء فرع عن تصوره ثم يعتمدون على دراسة خبراء في الميدان ما بقاش هذا ما بقاش هذا هو العلماء الاجتهاد هو أن تعلم أن تعلموا جمعات ما بقاش هذا العالم الذي هو موسوعة ما بقاش نحترم التخصص يا أخي نحترم التخصص ولذلك هذا الكلام جيد وفي مكانه وأن تضخيم الذات والوسائط في العقيدة في الفقه في التربية أورثت الأمة كوارث على مستوى تجمع الأمة ووحدتها ورص صفها وصلى الله على حبيبنا شكرا